أشبه بسكون ما قبل العصيفة ما يعيشه الناس في الدول الأوروبية ولن تبقى أوروبا كما كانت في مركزية تتمحور على محور أطلسي نحو واشنطن هم يرون بأمي عينهم وقت الشدائد نموذج التضامن الصحي وتضامن الإنساني والاجتماعي فيحيون الصين وروسيا وكوبا ويذوقون علقم النموذج الأمريكي الأوروبي وما الحرب إلا ما ذقتم وعلمتم المفارقة أن الإعلام الأمريكي المحافظ هو الذي يقرع الجرس بأن تحولات مقبلة في موازين القوى السياسية والاقتصادية لمصلحة روسيا والصين ستكون دائمة بحسب فورين بوليسي بينما تذهب ناشنال انترست أبعد في وضع الإصبع على الجرح في الإشارة إلى أن أمريكا مفلسة وعليها وقف الإنفاق العسكري والخروج من سوريا والعراق وكما تفتقد أمريكا الكمامات والمعدات الطبية تفتقد الدول الأوروبية حتى وسائل التعقيم الدول الأوروبية مفلسة أيضا باستثناء ألمانيا لمصلحة حفنة من رسميل الشركات الكبرى والأسهم بينما تضحي بمصالح الشركات الصغرى والمتوسطة التي توظف نحو 60% من العمالة الجارديان البريطانية تتوقع أن أزمة الرأسمالية العالمية ستؤدي إلى تحول جذري من التوحش إلى العقلانية الإنسانية تدل على هذا المنح دعوة روسيا والصين إلى وقف العقوبات على إيران وتدل عليه أيضا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي للحروب من أجل الإنسانية في حفظ الأرواح على النقيد يعيد الرئيس الأمريكي بعدم السماح بتحويل مشكلة صحية إلى مشكلة اقتصادية ولا يرى أزمة إنسانية فيقول إذا ترك الأمر إلى الأطباء سنغلق الاقتصاد ولكن إذا ترك الأمر إلى وولستريد قد يتهاوى عرش أمريكا